السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بخير وعلى خير و تمام الصحة والعافية نتمنى أم الله يزعلنا هذا الوباء و يشافي مرضانا و يرحم موتانا و يرجعوا لحياتنا العادية بإذن الله اللي كانت في حداتها نعمة من نعم التي لا تعد ولا تحصى نصبرون حتى أسبوح تتفوت هذه الأزمة إن شاء الله نكترون من الدعاء و من الاستغفار يجيب الله الفراج و نفوتو هذه الأزمة بخير و على خير و ندخل علينا إن شاء الله رمضان بالصحة والعافية و تكون أزمة و فاتس بإذن الله في هذه الظروف نشغل راسي و ننفرح وليداتي بتجهيز هذه الوصفة ديال البورغور أو هامبورغيسة التي يحمق عليها الوليدات الصغار قلت لي ما لا نشارك معكم الوصفة و تفرحوا تنتم بها وليداتكم و تجهزوها في البيوت ديالكم إن شاء الله تعجبكم و تنالسي حسن ديالكم و تعرفوا على المقادر و طريقة تحضير و تجهيز الخبز ديال البورغور نحتاج لتحضير هذه الوصفة 600 جرام دقيق الأبيض كسل ربع زيت نباتية كسل دانون معلقة كبيرة سكر سانيدة معلقة صغيرة ديال الملحة نسمع معلقة صغيرة ديال الخميرة الحلويات و معلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز و الماء على حسب العجين الأول خطوة نبدأ بها هي نضير الخميرة ديالي في المدى في تسلق لي و نحركها و نخليها على جانب نضيف سكر سانيدة و الملحة و خميرة الحلويات على الدقيق و نضيف واحد الحفيرة في الوسط و نزيد عليها الزيت نباتية ديالي كسل ربع و نضيف و نضيف ضانون بدون سكر و نبدأ نجمع في العجينة ديالي و نضيف الماء اللي خلط معها الخميرة شوية بشوية حتى نحصل على العجينة اللي بغيتها قاوة من اللي بغيته باش ما تنفوتوش فيها الموت جرالينا و نجمعه شوية بشوية و نباتية و بعد مجمعه العجينة ديالي و حصلت على هاد القوام اللي يكون كاتل الصقامة باللي يدين كيف ما كتلاحظو نغليها تغتاح شوية و نريد نرجع عليها ندوز في هاد الديا غادي نجمعها و نخليها تغتاح 3 هاد المرات كيف ما هو موضح في الفيديو كل مره نجمعها بالديا و ننغليها تغتاح شوية ونرجع لها حتى نحصل على عجينة ملسة وكتباً مدلوكة متناسقة كيف مما تلاحظه ونغطيها بفيلم ونخليها حتى تخمر لي مزيان ونرجع لها من بعد باش نشكلها في اللطة ديالي ومن بعد ما العجينة ديالي اخدت وقتها في الخميرة تخمرت لي مزيان كان نكون مجدز لي ففيها زيت نباتية باش ندهن بهاي الدية وكان نهبط ذاك الخميرة ديالي نرجع فيها ذاك الخميرة نجمعها بيدي شوية ومن بعد ما حصلت على عجينة بهذا الشكل كيف ما كتلاحظه كان نوجد اللطة ديالي فيها ورق الزبدة وغادي نبدأ نشكل العجينة ديالي على شكل كويرات تقريباً بحل اللي كان نشكله القراشل أنا هدي الطريقة ديالي باش نوجدهم طريقة سهلة وبسيطة أي مبتدئات قدرت توجدها بكل بساطة ما تلقى لا صعوبة لا تشي حاجة فيها نستمر بها الطريقة هادي حتى نسلي العجينة كلها ما عترك مساحة بيناتهم باش ما يتلسكناش من اللي كي طيبو كيف ما كتلاحظو مبعد ما سالينا اللطة ديالنا غادي نغلفهم بفيلم أليمونتير ونخليهم حتى يخمروا ليمزيان ومبعد ما نخمروا غادي ندهنهم صفرط البيض غادي نرشهم بزنجلان أسود والبودورطشية وزنجلان العادي الأبيض كل واحد يزينهم على حسب الرغبة ولا حسب النصفر عنده وفي نفس الوقت سنكون دائرة الفران كي يسخن على أعلى دراجة الحرارة باشغين ساليهم غادي ندفعهم مي طيبو وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كي طيبو كي يجبوا خفافين ومفشفشين يمكن لنا نوجدهم الفطور لوليداتنا او القوتي او المدراسة عندهم العديد مستعمالات كي يجيو هائلين ودابا غادي ندوز نحضر الكفتة ديالنا غادي نحتاج هنا يستمائة جرام ديال الكفتة غادي نحتاج واحد شوية دلاشة بلور بما انه ما عنديش اكتفيت بهات اللي تصلي كي يكونون قرمشين تحنتهم ثلاثة ديال الحبات اللي حتاجيت تحنتهم وضفتهم على الكفتة غادي نحتاج هنا يالبصلة بودرة والتون بودرة حتى هو وبيضة والقليل ديال قليل من المعدنوس والعطرية غادي نحتاج فيها شوية دل ملحة الكامون شوية ديال العطرية ديال الكفتة فلفل احمراء او البريكا وشوية ديال البزار غادي نضيف العطرية ديالي على الكفتة وغادي نزيد شوية ديال المعدنوس ندير القياس ديالنا بالنسبة للتون بودرة غادي نحتاج تقريبا شي رويز ديال المعلقة صغيرة يعني غي شوية ما نحتاجش بزاف وغادي ندير تقريبا شي نصف ملعقة صغيرة ديال ديال البصل بودرة وغادي نبدأ ننخلطهم شوية بشوية وغادي نضيف لهم البيضة ديالي وغادي نكمل تسخلط حتى غايت الجنسون نمزيان تسخلط نمزيان وغادي نمزيان وغادي نمزيان وغادي نجمع كثة وغادي نشكله على دوائر وغادي نستعمل لإطار الحريشات كي يتباعه موجودين في المغرب وغادي نخشي الغطاق يديه في فحة البلاستيكة وغادي نجمعها جيدا وغادي نسبة إطار سوف نقشح لإطار وغادي نزل القياس نقشح وغادي نظر بقسط وغادي نجمع وغادي نقشح بجاج أخرج التحصيل طريقة سهلة و سريعة لتضوائر الكفتة سوف تناسق كل قياس واحد نستمر بطريقة كمية الكفتة هذه المقلاد مع الكفتة سوف نقوم بمطلع الكفتة كمية الكفتة سوف نقوم بطريقة كوية كما نقوم بطريقة الكفتة سوف نقطع الخبيزة في النصف سوف نستفق الخبيزة لفق سطح العمل سوف نستفق هذه الأموال سوف نستفق الخبيزة سوف نستفق الخبيزة سوف نستفق الخبيزة اضافة من الناس الذين يتوفرون خيار مخلل تقدروا تقريره رائع والبصلاة كراميليزية انا فقط كتافيت هنا بالأشياء الحويج اللي يقدروا يوليدتي يأكلهم لي لذلك لا اضافتش عليهم مكتر من هذا الشيء هنستفل كفتافوخ منهم كذلك الامر ونزيد عليها الفرماج فرماج السندويتش نستمر على هذه الطريقة حتى نساليهم بعد ما ساليتم نضيف عليهم نصف الآخر الخبز ونضيف فيهم العويدات ونضيف فيهم حبة زيتون ونضيف من الفوق فقط منظر وصافي اللي يريد أن يكون ذلك الزيتونات وهذا هو الشكل ديالهم النهائي يجيو هائلين لا في شكل ولا في المعضاق حماقوا عليهم وليداتي أعجبوهم بزاف ولله الحمد نتمنى تجربوهم حتى نتوما ونالوا استحسان ديالكم ويعجبوه ليداتكم حتى نتوما وما تنسوناش من اللايك وتعليقات زوينة ديالكم وبرتجيوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء ديالكم السلام عليكم وحمد الله وبركاته إلى الفيديو القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة